السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلا كنتم تزوروا قناة وصفات أمينة الأول مرة كتمنى منكم تشتركوا في القناة بالضغط للزيل الأحمر لا تنسوا تفعلوا الجرس لتوصلوا بكل ما هو جديد كتمنى منكم تدعموني بلايت بشتجعوني نقدم مزيد من الفيديوهات إلا عجبكم شي الفيديو كتمنى منكم تشاركوا مع الأصدقاء ديلكم بشتعم الفائدة مرحبا منكم أحبائي لما في الحلقة بتقدم لكم وصفة الزيادة بالوزن واتخلوا اسمنا لنحافة شديدة هاد الوصفة هادي فيها جوج دي المكونات كيف ما كتشوفوا معايا فيها المكون دي السمسم هاد الوصفة هادي غادي نحتاجو السمسم يكون محمص واني غادي نحافظو به يبقى على شكل البدور وغادي نحتاجو في المكون ثاني العنب المجهف اي نوع مصوفر عندك أختي ممكن لك تستعملي ممكن لكم تستعملوا بالنسبة لطريقة التحضير بطبيع الحلقة خواتي غادي تنطفوا هذه المكونات بجوج بيهم غادي تنقيهم بالنسبة السمسم غادي اتحمصوه واني غادي تخليه بحال شكل البدور كيف ما قلت لكم ما غاديش ارتطحنوه في هذه الوصفة هادي والعنب المجهف فتاوه غادي تنظفوه بالنسبة لطريقة الاستعمال غادي تخلطو هاد المكونات بجوج بيهم الزنجلان او السمسم وغادي تخلطو حتى هاد العنب المجهف غادي نحتاجو ربعات المعالق قبار من السمسم المحمص وربعات المعالق قبار من العنب المجهف او السابيب غادي تاخدو هاد المكونات هادو كما هما ما غادي تضفوه لهم هاتيش مكون اخر المهم المكونات تجاجه بهم ... ويضع أختي في دقيقة يديها الكمية هذه ستبدأ تناولها على طم النهار المناسب والصباح ، ستنتقلها على مظهر اليوم بعد الكمية ستناول بشكل يومي فأي وقت حبيتها حتما راح أن الكمية ستناول على السمسيم المحمص وكذلك الألعاب من العينب المجفف المحاضي في الوصفة ستدقلها في 40 يوم من بعد مرور مدى اخواتي ستلاحظون الفرق باذن الله سيادة في الوزن لكم هذه المكونات سيساد لكم في الوزن لكم فهي مفيدة بزيح من الاطفال اللي بجتعطي اليوم هذه الوصفة هذي ستعطيهم غير نسب الكيميا و كيمكن جوجم عالكبار من كل مكونا جوجم عالكبار من سمسم المحمص وجوجم عالكبار من الإنب المجفف المهم هذي المكونات ستخلط عمل تنونهم على فترات متابعة خلال اليوم هذه الوصفة ستعطيكم هذا الفرق كبير بعد مرور ربعين يوم هذه الوصفة فعالة أتمنى منكم أخواتي تجربوها لسيادة في الوزن وتسمين سريع وتخلص من مشكلة النحافة الشديدة هذه الوصفة ستحتاجوا فيها كما قلت لكم جوج مكونات فقط المهم خاصة الكيمية كلها تناولوها في اليوم ربعات مع القبار من السمسمة المحمز ربعات مع القبار من ميناء الزبيب المجفف وخاصة تناولوها نهار يفوت ثم كملتو هاد كيمية المدة ربعين يوم نتكلم لكم شوية عن فوائد العنب المجفف كي كافح البكتيريا الضارة اللي كانت تسبب لنا في تسوس الأسنان والالتهاب حيث هاد العنب المجفف يحتوي على مضادات الأكسادة ينضم كي حد الضغط الدم حيث يحتوي على البوتاسيوم يخفف من الإرهاق والتعب يعزز عمليات الهضم هم أخواتي إخواني هذه الوصفة اليوم كتمنى تكون ناتي إعجاب ديالكم إلا عجباتكم ما تنساوش تشتركوا في القناة ديالي ودعموني بلايك بالنسبة لأخواتي لما زل ما شاركوش كتمنى منهم يشاركو ما تنساوش تفعلوا الجرس باشتواصلوا بكل ما هو جديد وإلى الحلقة أخرى وإلى اللقاء